دي دارسي اكتر عروسة منحوسة في العالم قبل فرحها بيوم بتجمع المعزيم اللي هيحضروا الفرح تاني يوم على الجزيرة دي فريناتا امها بتاخدها على جنب وبتقول لها ايه الفرح البيئة ده ما لقتيش عديس افقر من كده تتجاوزيه ولكنها قبل ما ترضى على امها بتسمح حماتها كارول جاية بتغني طلبي الابيض يا ظهر النسان وبتقدم لها حماتها كارول هدية والهدية دي عبارة عن سكاكيل لتقطيع التورطة ولكن هي امصدية علشان دي بتاع فرح كارول اصلا وبتقول لها حماتها يجننه صح يجننه فقالت لها من ناحية يجننه يجننه المهم ما يجي لناش تسمم فحماتها قالت لها مش تقلقي وبعد شوية بيوصل روبرتو وابو العروسة وبيخش يبوس ام العريس بالمناسبة اللي بيتصور ده يبقى جوز كارول يعني هو ابو العريس وبيتباس برضو عادي وبيتراده بعدها روبرتو وابو العروسة بيسلم على ريناتا ام العروسة لان هو مطلقها يعني وبقالهم كتير ما شوفوش بقى وبيكون جايب معا خطيبته واخيرا بيجي توم العريس وبيبوس العروسة من افاها وبيلاحز وجود ابوها فبيبوس على رأيته وبعد شوية بيسمعوا صوت طيرة هليكوبتر وبيكون ده شون الاكس بتاع دارسي وبيكون ابوها روبرتو وهو اللي عزم على الفرح فبيسلم شون على روبرتو وابوها وبعدين بيجرى عليها وبيحضنها وبيقول لها واحستيني قوي يديدي فقالت له خطيب يوراك فقال لها معلش مش شايفه من نضارة فقال لها عن نضارة وقال له عاكم بتغير انت شغال ايه بقى فابو العروسة متطوعا قال له مش لقي شغل فشون قال له فتح مخك معنا كده وخليك رويح عشان ايه نشوف لك شغل وبتبدأ الحفلة بعد كده والعروسة بترحب بالمعزيم والعريس بيرحب بالمعزيم والاكس بتاعها بيرحب بالمعزيم وبعدين بيواجه كلمة للعروسة وبيقول لها كاتو كاتشي فما حدش بيتحك غير العروسة فبيسألها توم بتتحك علي ايه فقالت له ان ديش تيمة في دولة بالي لانهم كانوا سافروا بالي مع بعض لان الشون اصلا من بالي وبعد الحفلة ما بتخلص بيقعد توم يلعب في الكهرباء فبتحاول دارسي تفهمه ان ده اخر يوم لهم مع بعض في الخرام ولازم يستغلوه وعلى ما بيفهم بتكون امه جات وبتقول له يروح ينام جنبها عشان ده فعل وحش ان هم يفضلوا مع بعض اخر يوم لهم سواء قبل ما يتجوزوا وبتاخدوا فعلا امه وبتنيموا جنبها تاني يوم بيكون الفرح والعريس بيجهز والعروسة كمان بتجهز وبتلبس فستان ام العريس اللي هو كان فستان كارول لما كانت بتتجوز وبعدين بتحس ان هي محتاجة تتكلم مع توم فبتبعت له رسالة وبيروح توم يقابلها وبتقول له دارسي ان هي قلقانة فتوم بيقولها طب الحمد لله كويس فقالت له ايه اللي كويس قال لها سينا فكرتك هتلغي الفرح فقالت له هلغي الفرح ليه فقال لها يعني عشان الجو العام بتاع الفرح مش احسن حاجة فالجنونة بتاعتها طلعت وقالت لطبيعة لو روح شوف لك فرح تاني يكون الجو في احسن حاجة واديته بالقلم وبعدين قلعت الختم ورامتهوله او في تلك الاسناء بيكون في مجموعة قراصنة مسلحين هجموا عالجزيرة وبيلموا المعازين كلهم وكل الموجودين عالجزيرة وبيحطوهم في البول وبيقولهم زعيم القراصنة طبعا انتم مستغربين اللي حطتكم في البول وبيكمل وبيقولهم لسببين اول سبب عشان حركتكم يتبقى صعبة تاني سبب عشان ما حدش يقولوا روح الحمام وفي نفس الوقت ده التوم بيشوف اللي بيحصل فبيجري علشان يدور على درسي ويحزرها وبيلاقيها طبعا مش حاجز تفتح له الباب فبيكسر الباب وبيدخل لها وبيقولها بس يا حقنا بقى في قراصنة برا فبتطلع درسي عشان تتاكب بنفسها ولما بتتاكب بترجع ثاني جاري وبتحاول تتصل بالتليفون الارضي ولكن ما بيكونش فيه حرارة فبيقول لها توم ان هما هيستخبوا جنب الدوش ولما القرصان ييجي يتعاملوا معاه وبييجي فعلا القرصان ده وبيسمع الدوش شغال فبيخش على الدوش وبيهجم عليه توم بالشبكة دي وبترش عليه درسي مسبت شعر ولكنه بيكون لابس ندارة وبيقولها انت هبلة بنتي وبيربطهم الاثنين وبيبلغ القائب بتاعه فزعيم القرصنة بيطلب من ابو دارسي 30 مليون دولار فابو دارسي قال له مش هتفع حاجة لما شوف فينتي وفي الوقت ده بيكونوا الاثنين القرصنة دول واخدينهم عشان يودهم لزعيم القرصنة فدارسي قالت لهم عايزة سجارة فقالت لهم انا عروسة ومتوترة فادوها سجارة وقالولها اخلى سجارة لاخلى عروسة فولعت هي في دماغ القرصان اللي كانت رش عليه مسبت الشعر وبتفرح هيق توم لانهم خلصوا من الاثنين دول ولكن بعد ثانيتين بيكتشفوا الكرسة وبيكونوا مش عارفين يفوقوا اديهم من العربية الاخر لحظة لحد ما توم بيقدر يفوق اديهم وبينطوا منها ولكن الفستان بتاع دارسي بينحشر في العجلة فبتفضل العربية تشدها معاها لحد ما توم بيشدها جامد وبيقطع الفستان فبيفرحهم الاثنين ولكن بعد ثانيتين اثنين بينضرب عليهم نار فبيضطروا انهم يجروا لحد ما الذخيرة بتاع الكرسان اللي بيضرب عليهم بتخلص فبيهجيما الاثنين عليه فبيطلع الكرسان قنبلاbbe وبيفعالها فبتهجيلب دارسي عليه وبتقدر تاخد منها القنبلاب وبيقدروا الاثنين يقتلوا القرسان ولكن بعد ثانيتين اثنين بيكتشفوا ان القنبلا متفعلة فبيفضلوا يدوروا على مكان يرم في القنبلاب لحد ما بيلاقوا المكان العالي ده ولكن القرصناب بيعرفهم مكانهم وبيضربوا عليهم فبيضطروا انهم ينزلوا واسناء ما هما نازلين دارسي بترمي عليهم القنبلة فبينفجروا وبيخلصوا ان القنبلة ولما بينزلوا وبيلقوا نفسهم على الشط فبيروحوا يبصوا على اهليهم والمعزيم وبيلقوا ان القراصنة عددهم مش كبير قوي فبيقرروا انهم كازو جيم متفاهمين مع بعض انهم يواجهوا القراصنة دول فبتقولوا دارسي هي عارفها هيبدأوا منين وابتاخدوا وبيتسللوا لحد المطبخ لانها بيكون جعانة الصراحة يعني وبعد ما بتاكل دارسي بتدور على سكينة ومس بتلاقي سكينة غير اللي مصدية فبتحاول تقطع الرباب بتاع اديهم ولكن ما بتقدرش فبيقرر توم بالذكاء وانهم يحاولوا يقطعوها على السكينة الكهربائية دي ولكن للاسف توم بيتطور ودارسي بيغم عليها وبيكون في كرصانة برها بتسمع الصوت فبتدخل تدور عليهم في المطبخ وبتلاقي دارسي مغم عليها على الارض فبيهجم عليها توم وبيقدر يتيلها وبيبدأ توم يفتشها وبيلاقي معاها دعوة للفرح بتاعهم وبياخدوا بعضهم الاتنين بعد كده وبيطلعوا من المطبخ فبيلاقوا الاتنين اللي هم مع اصحاب الجزيرة مستخبين في مغبة فبينزلوا ويستخبوا معاهم ولكن بعد سانيتين اتنين القرصنة بيسمعوا صوت جوا البيت فبيقرر هنا توم لان هو شاهم وشجاع ان هو يطلع يضحب نفسه علشان ما يعرفوش مكانهم وبيسألوا زعيم القرصنة مراتك فين فقال له قربوا انك كده وقام قايل له كاتو كاتشي فزعيم القرصنة وضربوا فهنا توم طلع الدبوس بتاعه وهدد به شون فطبعا الناس كلها مش فهمة ليه هو عمل كده فهنا قال لهم ان كاتو كاتشي هي اشتمة بالبالي وشون من بالي والناس دي كده بتفهم اللغة البالي يعني بالاخر كده شون هو اللي مؤجرهم وتاني حاجة قال لهم ان هو قتل كرصنة ولقى معاها دعوة فرح ودعوة الفرح دي باسم شون فشون هنا لقى نفسه اتكشف فقام ضرب توم واخد من زعيم القرصنة المسدس بتاعه واقرر ان هو ياخد راهينة معاه ويروح بنفسه ويدور على العروسة والراهينة اللي اخدها هي قطيبة روبيرتو وفي نفس الوقت ده بتكون درسي بتعاية طال اللي حصل لها وعلى اللي حصل في فرحها وبعدين بتكرر ان هي هتاخد السلاح وتطلع فوق واول ما بتشوف توم بتثبته وبتقول له ان هو السبب لان هو اللي اختار الجزيرة دي فتم قعد يتحايل عليها عشان تهدأ لحد ما بيجي كرصان وبياخد منها السلاح وبيرميها معاهم في البول ولما بيعرفوا ان شون خد راهينة معاه ورح يدور على درسي بيستغربوا خصوصا ان الراهينة دي هي خطيبة روبيرتو فبيجي هنا ابو العريس وبيقول لهم ان اعرفوا اختارها ليه وبيكون بصورهم وهم بيبوسوا بعض فبيفهموا هنا ان خطيبة روبيرتو هي شركة شون فبتقرر هنا درسي ان هي مش هتزكت وان هي هتكمل الفرح بتاعها يعني هتكمله فبيوقفوا اهل العريس في حتة واهل العروسة في حتة وقابوا العروسة بياخد العروسة وبيمر في الممر عشان يوصلها للعريس واول ما بيوصل عند العريس بيقول له تفضل عروستك هي مبلولة شوية بس نشفها وتلاقي شغال فبيبص توم لدرسي فانيها وبيقول لها يلا وبيهجموا على القرصان ده وبياخدوا منه القنبلة فبتاخد القنبلة وبتفعلها وبتقول لهم اللي هيقرب هفجروا فواحد من القرصنة وبيسلم نفسه والتاني بيجري بعيد وبيفضل يضرب عليه النار فهنا كارول ام العريس بتاخد السلاح وبتضرب عليه لحد ما بتخليه استخبع عند الالعاب النارية فبيحضف توم عليه القنبلة وبتنفيجر بيه وبيقرر توم ودرسي في الوقت ده ان هم يروح يبلغوا الشرطة فبيجروا علشان يوصلوا للمركب دي وبعدين ياخدوها ويروح يبلغوا الشرطة ولكن درسي بتلاقي توم كان عامل لها مفاجأة وبيقودوا جنوص ساعة يحبوا في بعض فبيوصل شون وبيرجع يضرب عليهم نار تاني فبتفك درسي المركب ده وبينط فيها توم وشون بيفضل يجري وراهم لحد ما بيقدر ينط على المركب وفي الوقت ده بيشوفوا الطيارة هليكوتر وبيكون عليها خطيبة روبرتو وبيقدر شون يطلع لهم على المركب وبيبدأ يتخانق مع توم لحد ما بيفتحوا البراشوت وبيطر الفوق وبيفضلوا تخانقوا شوية لحد ما توم بيقدر ينزل تاني وفي الوقت ده بتلاقي درسي يستكين المصدية وبيقطعوا الحبل بتاع البراشوت فبيلبس في الطيارة الهليكوتر وبينفجر الطيارة وبيخلص اخيرا الكابوس اللي كانوا فيه وبترجع تاني درسي تلبس الخاتم وبتتجاوز درسي توم وبيخلص الفيلم